وزير الزراعة للسروة الحيوانية والداجينة والاستزراع الزمن عايز بس انتقل خبر مجلة فوربس اه الامريكية نشرت مبارح تقرير عن اكثر مدن العالم تلوثا على مستوى العالم وحطت القاهرة رقم واحد طبعا ده تقرير خطير يعني انا حتى محبتش عرضه مبارح قلت يعني يوم ما خدنا مركز اول خدناه في التلوث طبعا التقرير ده بيتوزع وبينتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي في كل دول العالم فانا كسائح اجنبي حاجة اقول انا ايه اللي هينزلني البلد اللي هي رقم واحد في التلوث في العالم انا كمستثمر هقول انا هروح اتابع ايه في دولة اعلى معدلات تلوث في العالم نهاردة عجبتني وزارة البيئة طلعت بيان تفصيلي توضيحي بتنفي فيه ما قالته وزارة مجلة فوربس معايا على التلفون الدكتور مصطفى مراد رئيس الادارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة معلقا على تقرير المجلة الامريكية اللي بتدعي بان القاهرة تتصدر المركز الاول عالميا في التلوث مسأل فلو دكتور مصطفى مساء نورزا حضرتك عاوز اخد منك بقى تعليق وتفنيد علم كده لما قالته المجلة عوارا